أهلا بكم في شرح أسيات برنامج وورد باللغة الإنجليزية حناخد في الحلقة دي مهارة أساسية ويبني نتعامل بها في الأنظمة الحديثة كلها وهي مهارة البحث والاستبدال وحنشوفها في الورد إزاي حنقدر نبحث عن محتوى معين وكمان نقدر نعمله استبدال Find and Replace محتوى الملف اللي عندي قد يكون نصوص جداول رسومات وغيره من المحتوى طبعا والصور وغيره إزاي أقدر أبحث داخل المستند ده لما يكون في صفحات عديدة عن كلمة زي سامح مثلا هل أعتمد على النظر وأبحث بشكل يدوي ولا بشكل أوتوماتيكي وآلي عن طريق خاصية مهمة جدا اسمها Find من الربين هوم في جروب اسمه Editing في أمر اسمه Find واختصاره من لحظة مفتاح Ctrl-F بداية الأمر Find بضعت عليه بيظهر لي Navigation Pay وبكتب النص اللي أنا طبعا عايز أبحث عنه بالحالة دي هو سامح عمل بحث سريع وجاب لي النتيجة قال لي One Result نتيجة واحدة اللي هي البحث اللي أنت بحثت عنه طيب لو أنا عايز أبحث عن كلمة تكون متكررة كتير زي كلمة U على سبيل المثال بلاحظ أني جاب لي هنا نتيجة عديدة قال لي 1148 عدد مهول جدا من الكلمات وطبعا بقدر أتنقل بينهم طيب لو أنا كتبت سامح بالغلط ونخطئ التسام وزودت إيه فقال لي No ما فيش ما تبحثش بقى خلاص أنا كتبت غلط فده بحثت فقال لي مش موجود لأنه بيبحث بحث طبعا مطابق طبعا أنا بشدد على بحث مطابق يعني الهمزات ناخد بالنا منها والنوقات والتائل المربوطة والكلام ده لأنه ممكن يقول لي ما فيش نتائج طيب السؤال هو البحث فقط عن نصوص لا أنا عندي غير النصوص في هنا سهل ممكن أقول له ابحث لي عن جرافيكس للرسومات لو في رسمة يوصل لي إليها طبعا لو في أكتر من رسمة بقدر أتنقل بينهم كذلك الجداول ممكن أقول له ابحث لي عن تيبل لاحظ أن هنا تيبل 1 وصلت إليه وقال لي هنا أن النتائج 2 تيبل في الحالة دي ابحث هنا على الجدول الثاني ووصلت لتيبل 2 كمان ممكن أبحث عن equations أو يكون عندي معادلات في المستند فبيجيب لي المعادلة وبيوصلني إليه هنتكلم عن الميزة الأخرى هي الاستبدال replace واختصالها من لوحة المفتاح ctrl-h ويجيب لي ضغل بوكس اسمه find and replace يقول لي أنت عايش تبحث عن إيه هقول له ابحث لي عن سامة يقول لي replace with تبدلها بإيه في الحالة دي هقول له mr.mr.com بأكتب له سامة هيبحث عن سامح ويبدلها بإيه mr.s هقول له replace لو هي مرة واحدة قال لي خلاص سامح جابها أهل هقول له هنا replace بعد ما بحث عنها قال لي خلاص فنح لو فيه أمثلة أخرى ممكن أضغط replace all في خطوة واحدة يبدل لي كل الكلمات العديدة بدل ما أمر عليهم نتكلم في الجزء الثاني في الفيديو عن البحث والاستبدال المتقدم أو advanced find أنا ممكن أستخدم خاصية البحث في find فيه حاجة اسمها advanced file بلاحظة أني فتح لي الديالوج بوكس اللي اسمه find and replace في عندي more options خيارات أخرى ممكن أبحث عن كلمة محددة هنا أو ممكن مش أبحث عن كلمة أنا مش أبحث عن special زي ما قلنا وبختار energy أنا كتبت أرقام في المستند عشان أتنقل إليها قال لي ورد خلص من تحت وبيبدأ يمر عندي أهو find and replace أنا بحثت فقط عن الأرقام لو ضغطت على find هلاحظ هنا جاب لي هنا الأرقام أهو طيب ممكن أبحث عن تنسيق معين يعني مثلا كلام مكتوب باللون الأحمر في الحالة دي هاختار من find and last find أخذ بالي أقول له find what ما يكتبش أي حاجة لكن هقول له أنا أريد أن أبحث عن format format font خط معين وأختار هنا أقول له أنا أريد أن أبحث على اللون الأحمر مثلا بالشكل ده وأقول له أوك يبحث عنه يبقى هنا find what أي نص الفورمات يكون لونه red فألاحظ لما أعمل find next بينقلني الكلمات اللي متلونة باللون الأحمر إذن أنا ممكن أجرب وأبحث عن تنسيئات أو أبحث عن علامات أو أرقام طبعا كل ده من advanced find بنلاحظ أن الgroup editing فيه أمر اسمه select مهم جدا select all تحديد الكل عندي كمان select object لما يكون عندي صورة والصورة دي موجودة تحت النصوص مش عارف القطة فبختار select object وأنا هنا عندي shape أو شكل وبعد ما نسمته هختار علاقته بالنص هخليه behind text خلف النص أحيانا لو جيت أحدده مش بعرف أحدده لأنه أصبح خلف النص وباجي أحدد بيتحدد النصوص أنه في الطبقة الأعلى في الحالة بس أستخدم الأمر select وبقول له select objects في الحالة دي بقدر أعمله ألتقاط وأحركه بالشكل ده مهما كان خلف النص الأمر select فيه كمان النقطة مهمة جدا لو أنا محدد نص زي ده والنص ده bold غامل ممكن أقول له select text with similar formatting حديد للنصوص تنسيئة شبه للمحدد اللي أنا وقف فيه بلاحظ أنه جاب لي كل النصوص اللي أخذ نفس التنسيئة اللي أنا وقف عليها أخيرا عندي حاجة مهمة جدا ممكن استخدامها اسمها selection pane selection pane يبن فيها هنا العناصر لما يكون عند الصور والرسومات بتظهر هنا طبعا لو عندي الصور بقدر يعني أشوفها في selection pane ظهر عندي هنا الصورة وأخذ picture 3 والشيب اللي أنا أعمله فروشارت وأخذ اسمه بالظبط ممكن طبعا أعمله rename وبحيث أتعرف على الرسومات والصور داخل المستند من الجزء اللي اسمه selection pane آخر نقطة في البحث اللي أنا محدد كلمة زي كده وضغطت على الأمر find بلاحظ الكلمة اللي أنا محددها تم كتابتها وتم عرض النتائج الخاصة بها لو وصلنا بالترتيب الفيديوهات لحد الفيديو السابع إذن إحنا أتقلنا الورد وأصبحنا محترفين جدا نشترك في القناة ونتابع أمور أخرى أكثر احترافا